الرئيس نبيه برري رئيس سعد الحريري رئيس نجيب ميقاطي الوزير السابق والنائب الحالي جبران بسيل ورئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط بالتراتبية بالنسبة لالك مين مد ايده اكتر الى خزينة الدولة بين هالخمسين مين اكتر واحد بلش بالاكتر اكتر واحد وليد جنبلاط ايش اكتر واحد اكتر من الرئيس نبيه برري انا ما عندي معطيات على الرئيس نبيه برري انه مد ايده هل تقتلنا من الانبياء لا 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 خليني اقولك الرئيس برري يتحمل مسئوليه كتير واكيد وهو رئيس سلطة تشريعية واكيد ما برقه بس هو مباشرة مد ايده شي اخر لانه لا يحتاج الى ان يمد ايده الرئيس برري ربما تهاون مع كثيرين من الذين وصلوا على حساب حركة امل او على حساب البيئة العامة ايه ممكن كتير في ناس استفادوا وهذا امر ما في واحد يعني ينكروا ويجي انه لا بدي يقول عنزي لو طارت لا بس بالمعنى الشخصي وليد جنبلاط لا من هك بمرحلة من المراحل ما كان عم يدفع فوتير كهرباء للدولة مين رئيس نبيه برضي انه انه شو انه ما كان يدفع فوتير الكهرباء للدولة ما بعرف والله ما عندي خليني لكن اول واحد مد ايده بقوة او الاقوى بمد اليد هو رئيس الحزب التقدم الاشتراك ايه وليد جنبلاط لما نحس من الثمانينات التاني التاني والرئيس برري ما مجيل هو يه ايه التاني التاني شوف انت عم تحطي مطرح بتلك انه انا قاضي وبدي ثبت انه هاو دي مده ايده انت صحافة ايه لا عم بقول بالمسئولية وليد جنبلاط اول واحد وقد يكون ضلوع مباشر وتخطيط مسبق التاني اكيد الرئيس نبيه برري لانه هو مسئول ويتحمل المسئولية سواء قام بالفعل او اعوانه التالت بالتأكيد بالكم نجيب مقاتي لانه استفاد كتير من لبنان ومن سوريا ومن دول اخرى يعني هو ايضا يعني استفاد بكتير من الحال السياسي اللي اوصلتوه ماذا استفاد من سوريا صفقات ارتزامات موضوع الخلية طبعا مثل الخلية ولبنان لا انا عم بقول بمعنى ايضا استغلال السلطة ايه استغلال السلطة الرابع يا استاذ فايصال الرابع سعد الحريري واخر واحد جبران بسير اشتركوا في القناة 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 شكرا